إلى قطع الفلاحة حيث كشف مدير ضبط الإنتاج وتوزيعه وتطويره في وزارة الفلاحة محمد خروبي للنهار كشف عن استراتيجية وطنية تتمثل في عملية تخزين مادة البطاطا التي وصلت إلى 25 ألف طن إلى اليوم مؤكدا أن الوزارة تعمل على تخزين مادة البطاطا إلى 80 ألف طن من أجل إغراق السوق بها خلال شهر مارس وأفريل أين سيتم إخراجها من غرف التبريد كما أضف مدير ضبط الإنتاج وتوزيعه أنه تم إخراج كميات من مادة البطاطا من المخازن شهرية نوفمبر وديسمبر من أجل الحفاظ على أسعارها في السوق سواء بالجملة أو التجزئة